نحن لم نتذكر بأن سنة الهيلق على سبيل المثال المجاعل أصابت بلاد الفرس وأجزاء من بلاد العراق تداعي لها الكويتيين الكثير دكتور ماي المسمى قديم يعني من سنة 1800 1868 إلى قاية 1871 ثلاث سنوات من هنا الانطلاق نعم تصدت وقبل ذلك وقبل ذلك أحد حكام الكويت مشهور في جابر العيش وهو لقب أطلق عليه لمساعدة الآخرين وهذه القيمة التي توارثها الكويتيين كشعب وكحاكم نحن لما نتكلم أيضا عن هذه السنة تحديدا أي سنة الهيلق تداعي لها الكويتين ثلاث سنوات تجار الكويت تداعي لها الكويت لجميع اللي احتاجوا للنازحين من المجاعة من بلاد فارس وكذلك أجزاء من بلاد العراق فتحت بيوت تجار الكويت وكذلك حاكم الكويت أبل بلاء حسن في ذلك الوقت على الرقم من أن محدودية الدخل للكويت في ذلك الوقت الكويت في سنة الطبعة أي لما طبعت السفن في عهد الشيخ عبد الله بن صباح أو محمد بن صباح رحمة الله عليهم الدولة العثمانية احتاجت لمساعدات كقرض من الكويت طلبت من الكويت هذا القرض الشيخ عبد الله بن صباح أو الشيخ محمد بن صباح إذا ما خانتني الذاكرة اتفق مع تجار الكويت على أساس تقديم هذا القرض حتى أنه يفي بالمتطلبات التي طلبتها الدولة العثمانية